سلام يا صبايا عامل مجدرة الرز أكلة شعبية نباتية اقتصادية وغنية بالبروتيين والصحية للغاية رح أرجيكم كمينة طريقة عمل البصل لنحصل على أرمشة لأعلى درجة جانب كل هيدا الشي رح نعمل سوا صلاطة اللبن مع الخيار وصلاطة البندورة يلي ضروري يدبعوا المجدرة ليكملوا أكلتنا اللذيذة حبيباتي إذا عجبكن الفيديو مع طريقة التحضير ادعموا قناتي بلايك أو حتى بتعليق فرمت البصل من السابق لشرحات رفيعة وهلأ عم بفردوا على الثانية الكبيرة وبحاول فكوا عن بعضوا لأتمكن رش عليه أول طبقة من النشا والأفضل ينرش النشا بمصفاية نعمة ومش بالإيد الرش بالمصفاية بينزل النشا بكمية محدودة وبيتوزع أحسن بكتير من بعد ما رشيت أول طبقة وخلطت البصل منيح مع النشا برجع بفرد البصل على الثانية وبرجع برش على ليلة تاني مرة من النشا بالمصفاية النعمة ومرة تانية بخلطن كتير منيح مع بعض بنقلن على المصفاية الأكبر وبهز المصفاية لينزل كل النشا الزيد عنهم وبهيدا الشكل بيصير البصل يدوب إنه مغلف بالنشا لمجدرت الرز بنسب عدس البني أو العدس الأخضر نقيت العدس وغسلته كتير منيح وهلأ عمضيف الماي على العدس أولا بعلي الحرارة على أعلى درجة وبستغل الماي برجع بخفف الحرارة ما بين درجة الحرارة المتوسطة وما بين العيلي وبغطي التنجرة وبستنى للماي ليغلي وبهالأسناء بيستغل الفرصة وبقلي شرحات البصل بزيت غزير وحامي سابقا لياخد لون الحلو والتحميصة المطلوبة لحتى بآخر التحضير نقدم المجدرة بشرحات البصل المحمصة فيكن طبعا تتبعوا طريقة البصل المحمصة اللي مغلف بالنشا لعدة أكلات مثل مثلا المجدرة حمراء لهوت توك السيادية صلاطة البطاطا أو بكل بساطة للمنسف بس أهم شيء يوصل الزيت لكل الأماكن ويغمر البصل لنحصل على نتيجة متساوية هلأ خلصت أول فئة بشيلهم من الطوية وبضيف فئة تانية وبقليهم بنفس الطريقة وبنفس الإسلوب وبشيك على الطنجرة لأعمل التست إنه لازم تكون العدسة بعدها متماسكة وفيها أرشة خفيفة ما بدي أبدا يصير الاستواء كامل حسب نوعية العدسة بتتراوح مدة الطبخ ما بين الربع ساعة والتلت ساعة بهيدا المحل حسيت إنه بعد بدي حوالي خمس دقيق لأحصل على الأرشة الخفيفة وصار عندي كل كمية البصل محمص بشيل آخر مجموعة من الطوية وبحطهم على ورق المطبخ ليصفي الزيت منهم على فكرة الزيت مطعم بالبصل وبعده نضيف لاحي أن رحكمل طبخة المجدرة بنفس الزيت بس بشيلهم شوي على جنب لتنزل نوعا ما حرارة الزيت واتمكن صفيهم حصل العدس على الأرشة المطلوبة اضيف الملح مع رشة خفيفة من الكمون الكمون رح يعطي الطبخة لمسات إضافية وطيبة رشة صغيرة كافية ما بكتر مباشرة بنزل الرزي اللي سابقا مخصول كتير منيح على العدس وبخليون أول فترة حوالي ديئتين يغلوا مع بعض على أعلى درجة حرارة وبدون ما غطي الطنجرة بعد حوالي ديئتين بنزل الحرارة على درجة خفيفة وهلأ صار فين يغطي الطنجرة وبتركن ليستوي الرز مع العدس استوى كامل هون خفت حرارة الزيت نوعا ما صار فين ينزل الزيت بالمصفاية لأتخلص من الفتفيت المحروقة وبمسح الطوية بورق المطبخ وبرجع الزيت لنضيف على الطوية لحتى قل البصل المفروم عن أول وجديد قبل ما يستوي الرز بحوالي بعشر دقيق برجع بسخن الزيت على أعلى درجة حرارة وبنزل البصل المفروم اللي يبلش هيخد لون خفيف بس للمعلومة أني كنت طبخة رز محمود وكمية الماء اللي كتبتها بالوصفة ممكن تختلف على حسب نوعية الرز فيكن تختاروا أي نوع رز أنتوا بتحبوه ولكن احتمال تختلف كمية إضافة الماء على حسب نوعية الرز حوالي آخر 5 دقيق أو 8 دقيق بشيك على الطبخة وبشوف الرز مبلل بالماء أنه بعد ما تشرب كل السوائل كليا هايدي هي اللحظة المصبوطة لتشلم جدرة بالتقلية البصل بنفس الوقت صار البصل قبل ما ياخد لون بنزل البصل وبتشلم جدرة بنص كمية الزيت بيعملوا حوالي 200 أو 250 مل الزيت بيخلي طبختنا رضبة وبيعطيها دسامة وطعمه لزة بحرقهم بشوكة كبيرة وبرجع الغطع على الطنجرة وبخليهم آخر دقيق إلى يصير الاستوعة الكامل حبيت أرجيكم عن قرب نتيجة البصل المحمص مع غلاف النشا بالحقيقة نتيجة روعة ما بيتشربوا الزيت أبدا بيطلعونيش فين خفاف الزراف ومقرمشين ومحمصين وكتير طيبين ومتل ما خبرتكن هايدي الطريقة فيكن تستخدموها لأكلات عديدة نضج عنا الرز والعدس فردت المجدرة على الصينية وقدمتها مع بصل المحمص خلق بحطوا نشباية عجنب لحتى تبل صلطة البندورة وصلطة اللبن ضفت اللبن بالجات وبزيد عليه كوب من كريم فرش حسطهم مهروس الملح والنعنع المجفف بدمجهم مع بعض وآخر شي بنزل لخيار المفروم الكريم فرش بيخلي صلاطة اللبن كريمية وبيعطيها دسامه وطعمه للزي وزا ما كانت متوفرة فينا نستغني عنا ما مشكلة هيده إضافة اختيارية ناقص عنا صلاطة البندورة وبضيف البندورة يلي مفرومة مكعبات بدون العصير طبعا مع الخيار بصل الأخضر الملح قليل من بقدونس المفروم وقليل من النعنع الفرش وطبعا مع عصير الليمون وزيت الزيتون وبدمجهم مع بعض لازم يتبع مع المجدرة الفجل اللي مخلل صلاطة اللبن وصلاطة البندورة وطبعا مشروب اللبن يلي للأسف ما ظهر على الصورة فينا نقدم المجدرة بيردة او صخنة انا شخصيا بقدم المجدرة لعائلتي بالشتوية صخنة وبالصيفية بقدمها بيردة أكل كتير صحية وغنية بالبروتين مثل اللحم وأكتر لدرجة أنه بتغني عن المشتقات الحيوانية حبيباتي وصلنا لآخر التحضير بتمنى هيدا الفيديو نال أعجابكم بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع وصفات أم علي